أجندة زيارة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووفده الوزاري إلى بغداد ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين من رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب تضمنت مناقشة ثلاث قضايا مهمة تصدرتها الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران والتصعيد الأخير الذي تضمن استهداف الإمدادات والناقلات النفطية في خليج عمان رئاسة الجمهورية أكدت في بيانها أن الجانبين بحثا كيفية محاولة تهديئة الأزمة بما يصب في صالح استقرار المنطقة إضافة إلى مناقشة سبول تطوير مستوى العلاقات التنائية بين بغداد والكويت وتفعيل اتفاقيات العمل المشترك في كافة المجالات واستئناف عمل اللجنة الوزارية العراقية الكويتية لإعطاء دور أوسع لشركات الكويتية للمساهمة في إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش إضافة إلى بحث مصير أموال الدول المانحة التي رصدت للعراق في مؤتمر الكويت العراق والكويت معنيان بما يجري في المنطقة بشكل رئيس خصوصا وأن تأثيرات المشاكل القائبة في المنطقة تنعكس سلبا على هذين البلدين ولذلك لا بد من تنسيق المواقف خصوصا وأن البلدين لديهم علاقات مع أطراف الصراع أما المحطة الثانية لأمير دولة الكويت كانت لقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وعقد اجتماع بين الوفدين الوزاريين حيث جرت مناقشة القضايا العالقة بين البلدين عقب الغزو العراقي للكويت بان نظام صدام خصوصا ما يتعلق بترسيم الحدود المائية والبرية وتقاسم الآبار النفطية المشتركة والديون والتعويضات المالية التي بذمة العراق تجاه الكويت التفكير في المستقبل هو جوهر هذه الزيارة حلحلت بعض المواضيع التي كانت معلقة من خلال اللجان المشتركة وكان هناك تمثيل وزاري رفيع المستوى من قبل الجانب الكويتي ومن قبل الجانب العراقي وقد اختتم الوفد الضيف زيارته إلى بغداد بلقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات التنائية فقد جرى الاتفاق على استمرار الزيارات المتبادلة بين بغداد والكويت على المستوى الوزاري لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه محمود فؤاد الحرة بغداد